هل تتذكرون حنين حسام ومواد الأدهم وانضمت لهما مؤخرا سلم الشيمي فتيات التيك توك أو هكذا أصبحت أسماؤهن في وسائل الإعلام في القضايا التي نصبت لهن ولمثلهن من الفتيات في السجن بتهمة التعادي على قيم الأسرة المصرية احنا لازم بقى نشيل التيك توك ونشيل السوشيال ميديا دي من حياتنا شوية جماعة والله الدنيا زمان كانت لطيفة من غير السوشيال ميديا لأن احنا بنستغلها غلط لكن احنا طالما في زمن مفتوح حتى لو انت حفظت في مكان طبعا هطلع لك من مكان تاني القيم الأسرية هو مصطلح في الفاض يماثل الضوء العام في الجدل بحسب الدعوة التي تطالب بتجميد أو إلغاء المواد القانونية التي حبثنا بسببها من بينما تنص عليه هذه المواد هي معاقبة من ينشر صورا ومقاطع فيديو خادشة للحياء بالسجن أو تتضمن إغراءات وفجورا على مواقع التواصل الاجتماعي هذه مواد بحسب الدعوة القانونية ظلمت الفتيات المسجونات لأن الرقص فن مصري راسخ في المجتمع على أي حال وفي كل مكان وزمان سواء عبر شاشات التلفزيون والتراث السينمائي الذي يخضع لرقابة المصنفات الرقص ده موجود لأي بنت بترقصها بس يعني إيه لكن تعدي حدود هذه طبعا لا مش مزبوط في طبعا بيود كثيرة بتتأثر بالموضوع ده في أطفال وكيه كان بتشوف الحاجات دي يتفع من فعش أصل ولكن الدعوة المطالبة بإلغاء مادة التعدي على القيم الأسرية تلقى اعتراضا ممن يعتبر أنها تحفظ عادات وتقاليد لطالما تمسك بها المجتمع وأن إلغاءها أو تجميدها قد يؤدي إلى نوع من الخروج عن قيم المجتمع بل وربما الإنحلال في نظر البعض وفي كل الأحوال أخذت هذه القضية لتضاف إلى الجدل القديم الجديد جدل تسليم الراية بين أجيال تؤمن بالقديم وثوابته وأجيال جديدة تبحث عن التجديد أو في نظرها المزيد من الحرية وأنتم مع من تتفقون؟ لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات